السلام اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد اليوم باش نعم عاكم كوكيز الجوتين متاع الصار نعمل كمية لحقيقة ونخزنها معناها نجم نعملها على مدى الأسبوع ولا أسبوعين يكون الكوكيز وتنجم تحتفظ بها حتى لمدة شهر أو أكثر في المجمد يعني شهر ولا شهرين في المجمد ما يصير لحد شي سهلة جدا وبسيطة راه ولا هنا ناقصة شوكولاتة خطر اللي كان عندي كل حطيته دونك خليت جيس شوية لديوكوراسيون دونك ما نمتو ما كانت تحطوا فيها أكثر شوكولاتة فريمونت جيكم بنينا 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 أبن ما يمكن أكثر حتى ملي متاعي خطر متاعي ناقصة شوكولاتة ما هي دجا بنينا وشيشة والذوب في الفم ستقوني الذوب في الفم تنجم تنقصوا مقدار من الدقيق وتعملوها بالشكل هذا تكون بالكاكاو يعني تعملوا نصف بالكاكاو والنصف من غير كاكاو وتنجموا زادت طيبهم الكل وتحطوهم في الجار ولا تحطوهم في الحكة محكمة الغلق تاكلوهم في فتور صباح مع كوي سحليب وإلا تحطوها جوتي لصغيراتكم ولا أسهل ولا أبسط من هكا أول حاجة اللي هنا عندي ملعقة صغيرة من فانيليا سائلة عندي مقدار من الشوكولاتة تنجموا تصلوا حتى لستمائة جرام دي بيبيد شوكولاتة عندي هنا ثلاثمائة جرام سكر كاسيوناد ولا سكر رو عندي ثلاثمائة جرام سكر رو وعليهم معاهم أربعمائة جرام سكر عادي دوك هنا ثمانية مئة جرام دقيق عندي مقدار متاع زبدة حكيت أربعمائة جرام هكا زبدة أربعمائة ربعمائة وعشرين جرام زبدة عليهم أربع بيضات عليهم عشرة جرامات ملبي كاربونات بنسبة البودر اللي بجنب بالكاربونات بصراحة أول مرة بش نضيفها لكن الوصفة جربتها جي ثلاثة ولا أربع مرات قبل مزيانة على اللخر وبسيطة بسيطة وفي العادة ما نحطش فيها الخميرة خدت الخميرة تنفخ دونك إني حاتيت المرة هذي حبيت نجرب نشوف شنو الفرق آآ لكن هما تنفخوا شوية وإني ضغط عليهم في اللخر بالمغرفة وجوني مزيانين على اللخر لكن والله والله مزيانة على اللخر وصفة ومتأكدة لها باش تعجبكم على اللخر دونك قيدوا المكونات باش تطبقوا الوصف وبيحاول له تونك تبلكم المقادير تحت فيه صندوق الوصف دونك حتينا مقدار الاربعمية والاربعمية وعشرين جرام متاع الزبدة عليهم ملعقة من الفانيليا عليهم الاربعمية جرام متاع السكر الرو 300 جرام سكر الرو 400 جرام سكر عادي تجموا تعملوا نصف سكر بني ونصف السكر العادي السكر البني في الوصفة هذي مهم مهم جدا ونخفقوا المكونات هذي مع بعضها النسبة لي ديما نعم بالكمية الكبيرة نحظر قوتين متاع أسبوع أسبوعين ونرتاحها لي ما نخطش كل مرة حالة يعني حوسها في الكوجين على خاطر قوتين متاع سي أنس دونك لهنا باش نحاول نهبط كل اللاسق معناها في الوحدة في البول تاع الميكسور دونك ونزيد نخفقها شوية وقعت نضيف البيض ببيضة بالبيضة لهنا مدام ما زلتوا ما ضفتوش الدقيق بتبعها تنجموا تخفقوا كيف ما تحبوا تحطوا ديما الزبدة قبل ونبع تلي السكر ونبع تلي الفانيليا ورشد الملح ما تنسوا هاش ونبع تلي البيض بالبيضة بالبيضة ونبع تلي تضيفوا عليها زداء البيكاربونات 10 جرامات من البيكاربونات والسود والخميرة الخميرة ما ننسحكم مش هذك عليش مش نقولكم قديش خميرة ما تحطوه هاش حطو جسد بيكاربونات والسود خط خميرة تخليها لكم تنفخوا شوي واني نحبها تبدأ فاجي يعني تكون من الداخل كوكيزي يكون معلك معلكة على الاخر هي هذي نوكو اضفت مقدار متاع 800 جرام من الدقيق اذا كان حبيتوها بالكاكاو تنجموا تنقصوا 100 جرام وتحطوها كاكاو لخمسين جرام دقيق وتعوضوها بالكاكاو بعدها اضفت عليها زداء لشوكولات بالنسبة لي رايو هنا استعملت 150 جرام اللي كان عندي استعملته وقتها اما ننصحكم اعملوا حتى شوكولات كونكاسي يعني شوكولاتة مكسرة خير من اللي تعملوها ناقصة هي ناقصة بنينة اما باكثر شوكولاتة ابن دوك بنسبة لي سيح حضرة الكوكيز متاعي باش نصبها في صحفة ونخليها ترتاح كي تنصيف ساعة في الثلاجة حتى لي نشد روحها وننتقلوا المرحلة التشكيل دوك حطوها حتى نصف ساعة في المجمد راهوه مزيانة على الاخر الفاز دوك هنا بعض ما حطيتها في المجمد نصيف ساعة ديجا شوفوا ميزات ما حطيش في المجمد ده هنا راي مزيل تطرية ما تنجموش شكلها بسهولة لكن راي ما تتلصقش في اليد فسي الماء دوك حطيتها في المجمد نصف ساعة وبعد تالي باش ناخدك سكوب متاع الجلاس هذيك ونعمل بها باش يكونوا نفس الشكل المتساوي يعني نفس الحجم باش نلم كعبات الكوكيز ونكعبرهم الكل ونحط الصحن في المجمد لمدة ساعة حتى الزبدة تتماسك هنا تجموش تستعملوا اي نوع زبدة تحبوا عليه لكن ديما ننصحكم تستعملوا زبدة مصدر حيواني تعطيكم ريزولتاء بنينة على الاخر وكل ما احترمتوا المقادير كل ما تجيكم الوصفة واو دوك نعاود نقلكم كل محترمتوا المقادير تجيكم الوصفة مزيانة على الاخر دوك نكمل ننشكل الكمية لكل متاعي ونحطها في تباق ونحطها في المجمد حتى تتماسك ونهارت اللي حاشتك بالكوكيز اتطلع مناك اراني عملتها كبيرة الحاجة بتجمو تعملها اصغر تجمو تعملوا نصف البول هاديكا وديكم كعبتين كوكيز يعني يكونوا ديميني مزيانين على الاخر دوك بالنسبة ليا عملتهم مقبار باش ينعطيها نس كعبة ولزوز اكهو ويهزهم على اللمجة ونرتاحها كيكا من اللمجة متاع اسبوع ولا معناها نهار غيب نهار مش كد يقول ديما نعطيه نفس الحاجة ديما ننوع له باش مايفدش دونك هذو مكعبت الكوكيز من غير حتى ما تحاولوا تطرحوهم هما بشكل هذيكا دجابشي يوبو ينصارو في وسط الكوشة دونك اه تنجمو تزيدو ترشقو فيهم الببيدو شوكولاتة من الفوق ننصحكم ديما بسرحة متوما حطوا اكثر شوكولاتة خطر يتباني انضرش اما هي وحدة هيكا دجابنين على الاخر بطبيعا نستنى تطبيقاتكم باش تبع فولي تطبيقاتكم على جروبكم صنفو نستو تقاو الرابط متاعو تحت في صندوق الوصف وتعملوا لي كومنتر مزيان تحت الفيديو وهم صندوق الوصف من لوتا تعملوا لي كومنتر لوتا امنوا طلع لصندوق الوصف تقاو في برشة روابط خرين ووضيع تهمكم برشة دونك طوا باش نحضر دجا الفور يكون سخون من قبل على مية وثمانين درجة نخليوهم باندان دوز ولا تراز منوت ما تفوتوش يعني دوز منوت على الخاطر باش تجيكم تشوي وفاجي من الداخل دونك كوكيزات متاعي حظروا مزيانين بنان ان شاء الله يربي الوصفة تجربوها وتقولوا لي رايكم الهنا بالخميرة راه مدك عليش تلعوبهم بشوية لكن هما ما زالوا سخانها ككا حاولت اللي نستويهم شوية بالفرشيتة بالملعقة باش جاوا بالشكل هذك خطر تلعوهم هما طريين حاولوا ما تمسوهمش خليوهم لين يبردوا تماما ومبع تالي حطوهم في العلب متاع الحفظ يعني ما قتقتوا عليهم لهوي وكهو حظرنا كعبات الكوكيز متاعنا حظروا طوى ما زالوا يعني دافين شوية وبره بتباعة دي ما منصبرش بشان ذوق قاتر البنين البنين على الاخر يارب تجربوا الوصفة وتعجبكم وطمق علي كمش نقولكم دومتم في رعاية الله وحفظه مع ابن كوكيز معلك وهشيش وبنين ويذوب في الفم وتلقاوا برشة وصفات موجودين تحت في صندوق الوصف متنشاوش تعملوا طلع على صندوق الوصف ونخليكم توا بسلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة